اهلا بحضراتكم من جديد طيب مباراة اسوان والاهل المباراة تبقى صعبة جدا لان فريق اسوان السنادي هو الحصان الاسود للدوري عمل نتائج متميزة مع مدرب على اعلى مستوى الكابتن ايمر الرماضي من المدربين اللي بصراحة سطروا تاريخ كبير جدا في دور الخليج العربي وكمان حتى السنادي في الدور المصري منذ ان تولى المسئولية عمل نتائج متميزة جدا وظهر بشكل كويس مع اسوان ومحقق بصراحة يعني مفاجآت في الدور المصري فبالتالي من هنا بتأتي صعوبة المباراة كمان صعوبة المباراة الاهلي راجع من السودان فمحتاج الفريق ان يصالح جمهوره بعد نتيجة مباراة الهلال فعايز يكسب فمن هنا تأتي صعوبة المباراة لكن ان شاء الله نتمنى ونشوف مباراة ممتعة على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري كمان الجماهير في اسوان يعني جماهير يعني مش عايز اقول لكم بصراحة بنشعر بالدفق دايما احنا في اسوان وبنشوف الجماهير الاسوانية وهي موجودة في الملعب بتبقى حاجة ممتعة وبنتمنى يا رب كمان الملعب يكون ممتلق ويكون فيه جماهير عشان المشهد الحضاري في ملعب اسوان او في الملعب في اسوان يبقى رائع جدا طيب نروح لي الجزء المتعلق بالتحضير للمباراة الاهلي وصل بالامس الى اسوان دخل في معسقر مغلق تبقى للترتيب اللي كان اعاده كولر في الفترة الاخيرة والنهاردة فيه تدريب وبكرة ان شاء الله تدريب والمطش يوم الثلاث وحسنا فعل الجهاز الفني انه هو سافر من السودالة اسوان عشان ما يبقاش فيه ارهاق نتيجة طبعا تزاحم المباراة في الفترة الحالية مش هتكلم في امور فنية كتير لان بالتأكيد الفريق محتاج يقفل على نفسه شوية ويستعد المطش اسوان وما عندناش اخبار كتير بخصوص الفريق الى ان فكرة ان خالد عبدالفتاح هيكون ابرز العائدين لتشكيلة الفريق بعد الاستبعاد من لقاء الهلال بسبب الكارت الاحمر اللي اخده في مباراة فلمينجو في كاس العالم للاندية وهنشوف بقى امكانية يعني جاهزية محمد هاني من عدمه مش عارفين لسه هيبقى جاهزه لا بس حتى لو مش جاهز موجود خالد عبدالفتاح كنا نعرفين ان هاني تم تستبداله في الديئة الاخيرة في مباراة الهلال بسبب الاصابة ونزل مكانه رامي ربيعة في الديئة التسعين اشتركوا في القناة